هذا البرنامج برعاية زين كشفت مجموعة تنميات شركة التطوير والاستثمار العقاري عن تزايد في نسبة المستثمرين من متملكي العقارات الجدد في دبي والقادمين من الأسواق الناشئة مثل الهند وأفريقيا خلال الأرباع الاقتصادية الثلاثة الماضية خلال هذا العام فقد تفوقت نسبة المستثمرين من هذه الأسواق على المستثمرين من الأسواق التقليدية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وروسيا بسبب الاقتصاد غير المستقر في هذه الدول خلال السنوات القليلة الماضية يتمتع السوق العقاري في دبي بقدرة على استقطاب المستثمرين من كافة الجنسيات إلا أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المشترين من الأسواق الناشئة مقارنة بأعداد المشترين من الأسواق الرئيسية المعتادة من الدول الغربية وللحديث مشاهدين بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد صالح طباخ الرئيس التنفيذي في دلتا الدولية العقارية ورحب بك معنا سيد صالح السؤال الأبرز ما هو الذي يجعل دبي مكانا جاذبا للإستثمارات الأسيوية أو من الدول الناشئة بشكل عام بالتأكيد دبي منذ إصدار قانون التملك الحر في عام 2006 قانون رقم 7 جذبت عدد مختلف من المستثمرين بهذا الوقت عندما تم إصدار هذا القرار في هذا الوقت كنا نشاهد استثمارات تأتي من أوروبا من دول بريطانيا ومن أمريكا الشمالية ومن روسيا طبعا هذا الشيء عندما كان الباوند أقوى بكتير من الوضع الموجود فيه اليوم واليورو كان أقوى بكتير مقارنة بالدولر اللي هو مربوط في العملة المحلية ولكن بعد التغيرات اللي أصبحت بعد 2008 بسعر صرف العملة يعني؟ بسعر صرف العملات بشكل أكيد وبالتأكيد كمان أسعار النفط أعطت فرصة لأسواق جديدة ما كانت معتادة بالنسبة لدبي قبل عام 2008 اللي هي أسواق الناشئة اللي حضرتك تفضلتي وذكرتها مثل دول من الهند من أفريقيا من دول عربية ومن دول شرق آسيا ودول آسيوية بشكل عام طبعا الأسباب إذا نعود لسؤالك اللي سألتي هي أسباب متنوعة متعددة أولا الشيء في ناحية جغرافية مهمة نحن نقع في شرق الأوسط دبي وجودها في شرق الأوسط قريب جدا من هذه الأسواق الناشئة وهي منطقة شرق أوصة بشكل عام تسمى بالسوق ناشئ دبي هي تتفوق على كل هذه الاقتصادات الموجودة بالمنطقة وقريبة جغرافيا من هذه الدول وتتمتع أكيد باستقرار اقتصادي واقتصاد على مستوى القوانين المحلية الموجودة المتعرفة عليها قوانين سواء كانت قوانين تنظيم العقاري ولا قوانين جنائية والمحاكم والتنظيمات الموجودة والتشريعات اللي بتساعد المستثمر قد تكون تشريعات أصبحت أكثر أمانا بالنسبة للمستثمر بالتأكيد وخصوصا مقارنة بهذا الأشواء سننقارن بالأسواق الناشئة بشكل عام فدبي قطعت شرق كبير جدا متفوق بعشرات السنين عن هذه الدول الناشئة الموجودة المحيطة بدبي مما يدفع هذا المستثمر هو مستثمر جديد هذا المستثمر لم يكن موجود قبل أربع أو خمس سنين عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وكان دول مصدرة للنفط هي الدول التي تصدر الاستثمارات بشكل عام بينما الآن الدول المستوردة للنفط هي التي تصدر الاستثمارات بسبب تغير البيئة الاقتصادية بهذه الدول التي أصبحت تنتعب اتصادات أكبر وفوائد وفائضات مالية أكبر بشكل أكيد يعني عدد المستثمرين الآن ازداد عموما من الدول الآسيوية أو من الاقتصادات الناشئة بشكل أكبر وتناقص عدد المستثمرين من الدول الغربية بالضبط فتغيرت البنية تماما البنية الاستثمارية بدبي تغيرت ونوعية المستثمر التي تغيرها بشكل كامل طبعا دبي لازم هذا الشيء بشكل أكيد تأكيد عليه دبي لا يوجد فيها ضرائب وخصوصا على قطاع العقاري يوجد تسهيلات كبيرة تسهيلات ناحية المالية بعد أن يوجد ضرائب لا يوجد ضرائب نهائية لا يوجد ضرائب يوجد رسوم تسجيل لكن لا يوجد ضرائب على الدخل المستثمر يسعى وراء الدخل الثابت دبي ممكن أن تؤمن لك إلى حد 10% كدخل ثابت وبدون أي ضرائب مقارنة بدول الأوروبية كم تكون الضرائب؟ إذا أعطي مثال دول الأوروبية دول متقدمة مثل السوق الإنجليزي مدينة لندن بشكل خاص يمكن أن تؤمن للمستثمر عوائد إلى 5% بشكل وسط وعوائد قليلة جدا مقارنة ما تؤمنه دبي لهذا الأسواق لتصل إلى 10% بسبب عدم وجود هذه الضرائب والرسوم المفروضة على الأرباح كم تكون الضرائب في الدول الغربية لنبقى على مثال مدينة لندن طبعا بشكل عام الضرائب بإنجلترا تتروح بين 30% و40% على الدخل الفرد وبينسبة للعقارات هناك ضرائب مستمرة تصل إلى 10% وتتزايد حسب نوع العقار وقيمة العقار وتصنيف العقار وهذا شيء يؤثر ويضغط على الدخل الذي يسعى إليه المستثمر بشكل عام ولكن إذا ما قررنا الأسواق الغربية تعتبر أسواق قديمة يمكن أن تشعرنا بالأمان بشكل أكبر الإمارات ليست جديدة حديثة نوعا ما ولكنها الأجدد في المنطقة كيف يشعر المستثمر بالأمان باستثماره في سوق العقارات هنا بالأخص في دبي هذا الشيء جيد أنا برأيي شخصي وهذا الشيء يمكن إثباته بشكل بسيط دبي قوانينها ومؤسساتها وتشريعاتها هي متطورة جدا وتنافس هذه الدول اليوم موجود مؤسسة تنظيم العقاري لتقدم خدمات مجانية للمستثمر مساحة الأراضي بالضبط للشخص الباحث عن الاستثمار في إمكانه زيارة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والاستفسار عن المطور الذي يريد الاستثمار معه ومعرفة كافة التفاصيل سواء حساب الضمان ووضع المستثمر في حال وجود شكاوع هذا المستثمر ووضع نسبة إنجاز المشروع التي أيضا ترخص من قبل دائرة تنظيم العقاري التي تراقب بشكل قريب جدا هذه المشاريع وتصدر بشكل دوري تقارير عن هذه المشاريع ونسبة إنجازها فهذه الخدمات المتوفرة خصوصا هي خزمات حكومية خدمات حكومية موثقة تشعر المستثمر بالأمان قبل أن يقوم باستثماره العقاري إذا كان يمكن استضاح زيارة دائرة الأراضي وحتى زيارة موقع من الإلكتروني لأي معلومة يريد المعرفة عن هذا المشروع حساب الضمان أو وضع الحالي القانوني لهذا المشروع هل لدينا أرقام محددة عن تزايد المستثمرين من الأسواق الناشئة أو من آسيا تحديدا حسب إصدار مؤخرا من دائرة الأراضي الرقام الرسمية تقول أن ربع النصف الأول من عام 2016 فقط إذا نذكر المستثمرين من الهند بشكل خاص هناك استثمروا بقيمة 7 مليار درهم لستة شهر الأولى من 2016 متوقع 7 مليار من أصل كم 7 مليار من أصل حوالي 57 مليون جميل ومتوقع أن تصل إلى 20 مليار درهم فقط من دولة الهند طبعا موقع جغرافي لدبي يساعد المستثمر الهندي لأنه يكون يستثمر بدولة الإمارات يعني يوجد لنا سبع رحلات يومية فقط على طيران الإمارات من مومبي لدبي هذا يؤكد على شيء يؤكد على وجود على أن دبي تبادة تجاري كبير طبعا وبالنظر الأرقام بسيطة دبي عندما تستضيف أكثر من 75 مليون مسافر عبر مطاراتها هذا يؤكد أن دبي كموقع جغرافي هي موقع وصل للعالم ونجح باستقطاب عدد كبير من العالم تحول دبي لبراند اليوم أي شيء تم تصنيعه بدبي يعني أنه شيء ثوري حضاري موثوق به فتحولت دبي بحد ذاتها لإسم تجاري بالضبط تحول لإسم تجاري يعني شيء مهم جدا بالنسبة لأي مستثمرية لإستثمار بإمارة دبي أشكرك جزيلا شكرا على هذه المشاركة سيد صالح طباخ أنت رئيس تنفيذي في دلتا الدولية العقرية شكرا جزيلا لك شكرا لك